اليوم هتكلم عن واحدة من أكثر العادات ضرراً بالصحة اللي هي عادة التدخين طيب إيه هاللي بيعملوا التدخين إيه المشكلة إحنا ليه بنحارب فيها كمشكلة التدخين التبغ التبغد المادة اللي هي موجودة في السجاية التبغد فيه مواد كثيرة جدا إنت لما تشفط الشرطة تحتك بتاعت الدخان دي بيحصل إنه هذه المواد الكيميائية بتدخل جسمك عن طريق الاستنشاق والامتصاص في الرئتين ومن أشهر هذه المواد هو مادة النيكوتين النيكوتين ده مادة كيميائية وشديدة الإدمان ده مادة يمكن إدمانة وإدمانة قوي جدا وهذه المادة لما تحترق عن طريقة الدخان والنار والحاجات دي بتفرز مواد سامة من ضمنها القطران القطران ده تار القطران ده زي القطران اللي بعملوا بها وشوارع الزرد حاجة السودة دي لذلك في كثير من الهناية الناس يقول لك الرئة بتاعة المدخنين سوداء وكده سواد دي من مادة القطران دي واللي هي من المواد اللي بتنتج من احتراق النيكوتين ولكن احتراق النيكوتين بيؤدي إلى حاجات كثيرة أو إفرازات كثيرة سامة وضارة بالجسم وبخلاياه وبأنسكته فيبقى انت لما تدخن انت بيدخل الدخان اللي مليء بالسموم ده داخل الرئة فيجزوا منه بيبتدي طوالي يعمل التسامن ده داخل الرئة نفسها ويؤدي إلى كثير جدا من الأمراض هنسكر بعضها اليوم ولكن كمان بيتم امتصاصه امتصاص هذه السموم داخل الجسم أو داخل الدم وتمشي مع الدم وتؤثر في ماكن أخرى غير متوقعة للإنسان الغير يعني ما عنده معرفة طبية ما بتوقع أنه التدخين ممكن يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون مثلا أو سرطان المثانة أو سرطان البنكرياس أي علاقة البنكرياس بالسجائر كيف السمومة اللي دخلت دي تمشي في الدم وتأثر في كل هذه الأجهزة وتزيد معدل السرطان فيها وبعدين هل الحكاية دي بتستحق نظرة مننا أو تستحق مناقشة أنه يا أخي المدخين دي مفروض يعرفوا أكتر عن هذه العادة الضارة والعادة السيئة وبالمناسبة التدخين لا يضور فقط بالشخص المدخم بيضور برضو بالناس الحول في حاجة اسمها second hand smoke اللي هو الشخص اللي بيستنشغ الدخان بصورة سلبية هو ما بيشعر السيئة دي بيدخن لكن بيشوم أو بيستنشغ في الدخان الطالع من المدخنين دي بيكون عادة منه الأطفال النساء الحوامل برضو والناس الكبار المريضين واحد يكون عنده مرض رئة مجمين يكون عنده مرض قلب مجمين وبتاع وإنت قاعد تدخن جنبه بتأذيه صحيا طيب شايفين الشكل ده ده جسم إنسان لسه نحن ما عملنا حاجة خلينا نشوف بقى بالتدريج يات أجهزة في الجسم تتأثر بعملية التضخين الفم والحلقوم يتأثر الفم بطرق مختلفة من ضمنها الإصابات بالسرطان سرطان الفم والحلقوم المريء أجين المريء يتأثر بطرق مختلفة من ضمنها بعض المشاكل الالتهابية ومشاكل ارتجاع المريء ولكن التأثير المهم اللي ناس عاوزين أو يعاوزين يعرفوه هو سرطان المريء والرسمة ده مخصوصة عن السرطان بالمناسبة ده مخصوص للسرطان فسرطان الفم والحلقوم والمريء نجي بقى للسرطان بتاع الجهاز التنفسي اللي هو بيبتدي من الفويس بوكس ده اللي هو الحنجرة ويمر بالقصب الهوائية والقصبتين والقصبتين الهوائيات اللي هم الرئيسيات ولكل الرئة الرئتين دي من أكبر الضحايا للتدخين لأنه أول حاجة بتعمل الدخان بيدخل للرئتين فيبقى كل المواد السامة لانت دخلت هذه نتيجة احتراق التبغ بتدخل أول حاجة للرئة وبتعمل فيها تأثير فظيع جدا أنا عشان أوريكم أنه التدخين ذا مرتبط ارتباط مباشر ب سرطان الرئة وسرطان المجرى المجار الهوائية كلها مش الرئتين بس يعني ابتداء من الحنجرة الاتحة والحلقوم كذلك والفم الحاجات كلها بتتأثر احتمالية احتمالية حدوث سرطان الرئة في العامة الناس احتمالية قليلة جدا من غير ما انت تكون مدخن الاحتمالية بسيطة جدا لنديك مثال لنقول انه ثلاثة من كل مية ألف نفر غير مدخنين ممكن يحصل فيهم هذا النوع من السرطان كونك تبقى مدخن الحكاية دي بتزيد فرص حدوث سرطان الرئة بخمسة وعشرين ضعف الشخص العالي يعني بدلا ما كانوا ثلاثة في مية ألف يبقوا خمسة وسبعين في مية ألف من النادر جدا انه يجي شخص بهذه المشكلة الصحية اللي هي سرطان الرئة ويكون غير مدخن نادر جدا وتعتبر سوء حظ شديد جدا ففي ارتباط واضح بين السرطان في الأماكن دي واللي هي الرئتين والأوعية الهوائية ابتداء من القصب الهوائية الرئيسية وكل التفرعات بتاعتها طيب نمشي لجي الدعم دي لوكيميا دي واحدة من سرطانات الدم برضو مرتبطة بالتدخين سرطان الكبد مرتبط بالتدخين سرطان المعدة مرتبط بالتدخين سرطان الكلا والمجاري البولية مرتبط بالتدخين فكروا فيها كالآتي بالنسبة الكلا والمجاري البولية والمسانة كذلك هادي المسانة ستجد اظهر دير الكليتين دي الكلي اليمن ودي اليسرة ودي الحالبين اللي هما المجاري البولية من الكليتين مي المسانة المسانة هادي وين المثانة فهذه المثانة اللي هي المكان اللي بيحفظ فيه البول طيب كيف التدخين يكون مرتبط ده لأنه الدم كله بيمشي يتنظف وين الدم بيمشي يتنظف الكليتين وهي دي المسؤولة عن التخلص من السموم فيبقى السموم اللي تكلمنا عنها اللي بتطلع من التدخين التبغي ديك وهنا وبتدخل الدم بتمشي تتنظف هنا وبتعمل ترسبات وبتعمل تغييرات في تركيبة الأنسجة اللي هنا دي وبتعمل السرطان هو عبارة عن مشكلة في تركيبة النسيج المعين الخلايا تبتدي تتغير نتيجة لتأثيرات مختلفة وهذا التغيير ينتج خلايا سرطانية وتبتدي تتكاثر وتكبر تأثر فيه الغضو المعين فده هو السرطان والسرطان أن المواد الكيميائية الموجودة في السجارة دي مواد مصرطنة مواد مصرطنة معناه تؤدي إلى حدو السرطان طيب هنا البنكرياس برضو سرطان البنكرياس مرتبط ارتباط وثيق بالتدخين طيب فيه سرطانات العضاء التناسلية للمرأة اللي هي سرطان النقر الرحيم وسرطان بطانة الرحيم الاثنين مرتبطين بالتدخين طيب سرطان القلوم والمستقيم مرتبطين بالتدخين كنت تأني